أهلا وسهلا بكم أحديد وجلوف ده مرافق أنا عارف أن أنت دي آخر محطة بجولتك الكبيرة وده جوة جميلة قوي أنت بازلت واسمح لأقولك أن الأزمة اللي بتقول بوظيفتنا هي أزمة غير مسبوقة بتحتاج من إنا أن إحنا نعمل بقوة وبعزيمة من أجل احتواءها ولحد من تلعيتها لكن المهمة أول أن نبدأ كلالي بنقطة في مطاقة الأيمية نحن نمد وننفق تماما المساز بالمدنيين أي مدنيين وده موقفنا وده بدون اللي إحنا حارسنا عليه خلال سنين طويلة جدا منذ انتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وكانت مصر بتكون بدون إيجابة جدا جدا في كل الأزمات اللي اشتعلز إحنا بنتكلم النهاردة على خمس جولات أو خمس جولات بين الصراع ما بين قطاع غزة وما بين إسرائيل مهمة هنا أن نحن نسكر الحقيقة أمر في متاه الأهمية في الخمس جولات من الصراع سقط من المدنيين من الجانبين الأرقاب اللي أنا هقولها لي وأنا نسكرها من باب إن إحنا نبقى تأخرنا في حسم وإجاد حل لهذه الأزمة هيترتب على سقوط المزيد في خلال الخمس جولات سقطت من الفلسطينيين 12500 فلسطينيين من المدنيين من الجانب الإسرائيلي سقطت منهم منهم 1500 اللي سقطوا في الأزمة الأخيرة اللي أنا أقوله دي بيانات موجودة ومتاحة للجميع فيما خص الأطفال أو المصابين سقط من الفلسطينيين 100 ألف مصاب ومن إسرائيل 12 ألف مصاب من الأطفال سقط 2500 تفل فلسطيني وسقط من إسرائيل 150 تفل أنا بقولي الكلام دا دلوقتي معالي وزير الخارجية لأن إحنا الأزمة اللي موجودة أزمة كبيرة جداً ورد الفعل اللي موجود أتحسب أنه أتجاوز رد الفعل حق الدفاع على النفس بجانب الإسرائيل ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة اللي فيه 23 مليون فلسطينيين صحيح ما حدث في التسع أيام كانت كتير وصعب مفيش كلام وإحنا نريد مفيش كلام لكن أيضاً لازم نعرف أن فيه أهبارة عن تراكم من حالات الغضب والتراعية ترتبط على مدى أكثر من أربعين سنة أن مفيش أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أمل للفلسطينيين يمكن حد يسأل هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على إيجاد مخرج للأزمة الحالية إحنا بيقول ده عشان نؤسس على جهدنا وحركتنا المطلوبة لإيقاف تطورات الأزمة ده ده اللي ممكن يبقى لها تدعيات على منطقة الشرق الأوسط كله إحنا بنبذل جهدنا أولاً من حتواء الموقف وعادة من دخول أقراف أخرى إلى السعر معهل وزير الخارجية بلينكين أنت تحدث وقلت أنك إنسان يهودي وأنا أسمح لأقولك أن أنا مواطن مصري نشأت في حي جباً إلى جباً مع اليهود في مصر ولم يكن أبداً يتعرضوا أي شكل من أشكال القبر أو أي شكل من أشكال الاستهداف وما حصلش في منطقتنا العربية والإسلامية أن تم استهداف اليهود في تاريخه القديمة الحديث يمكن أن تدع حصل استهداف يمكن في أوروبا يمكن في أسبانيا يمكن في دول أخرى لكن بنادنا العربية والإسلامية ما حصلش لها أنا مودة دلوقته بس أجيله هنا لأن الموقع اللي تشكلت في أعقاب الأزمة الموقع ضخمة جداً وإحنا محتاجين إن إحنا نتحرك وبقوة وبعزم زي ما ذكرت لكم ومهم ليه دل جداً إن إحنا نخفض التوتر وأيضاً يسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة لأن اليهاردة أنا بنتكلم على قطاع محاصر لا فيه مية ولا فيه كهرباء ولا فيه وكول من اليهار بنتدت في هزمة خبزة تتداري أنا أقول لكلامنا لأن إحنا محتاجين نسمع كلاماً من بعدنا أنتم موجودين هنا في الموقع حتى تسمعونا إحنا المعنيين بالقضية والعالمين إلى أحد الله بأزماء الأزمات لماذا قتل السادات ولماذا قتل ربيب ومن الآتل المتطرفين فنحن نحتاجنا نعمل سوياً لحيزة أتراليك وراح أددك أهل المساهدين بالوضع النفق وإن شاء الله يكون لقائمة فوصة كبيرة جداً جداً وقود دفعها إلى الهجاة حان للأزمة الحديثة شذيراً جداً 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 ما شكراً جداً كما هي أن تكون مستحيل أحد محلول على الحالات المتحدة من خطوة المحلولة. أسفل أن تكون محلول على حقوقهم. ولكن إنه محلول على حقوقها. نحن نقل في الغداء المحلولة وفقق البقاء لطيفة وفقق الأمر بها. ولكن لن يكون لطيفة أولا. ب friends with and for innocent civilians who suffered primarily as a consequence of what Hamas has done on all sides. We come to work together as well to ensure that this crisis, this conflict doesn't spread in other places and we come to think together about a way forward for everyone in the region that is positive الجزء الثامنى بشكل طرح على الفيوف أنه معظف أمام سيشارتك تجربar فعالوجود ونحن نحن إيضاف سنين ما نرهى فيما يقوم إثناء في هذه المجال وانه يجب أن تجرب بشكل شيء موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر